بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام وعلى رسول الله قبل ما تشوف الفيديو متنساش تبعث الفيديو لكل صحابك وتعمل لايك واشتراك في القناة على قناتنا محمد ماهر بنقدم الشرح والحل والمراجعة مجانا من غير ولا جنيه بنبزل مجهود جبار يا جماعة و بنحل أكتر من كتاب و بنشرح بأبسط وأفضل شرح ممكن تشوفه على نت لو تعرف حد في أولى أو تانية أو تالتة سنوي أو أولى أو تانية أو تالتة عدادي لازم تبعث له القناة بكده انت هتساعده ان هو يتفوق في اللغة العربية ويتقنها وكمان هتساعدنا ان احنا نكمل ونوصل لكل طالب في مصر صلى وعصول الله عليه الصلاة والسلام بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام وعصول الله النهاردة يا شباب نشرح مع بعض الفصل الخمستاشر من فصول طبعا التنم التاني لقصة سيدنا عقبة بن نافع سنة أولى إعدادي فتح السوس السوس المقصود بها الحتة اللي هي في شمال أفريقيا جماعة ناحية التونس والمغرب والجزائر هذا المقصود دي استكت عقبة هنيها وبدأ عليها انه خلالها اقتنع بكلام يوليان يوليان قال له حاول تفتح البلد دي بدأ ما تطلع الاندلس لان ادلس صعب عليه دلوقتي وفعلا أمر جيشه بالتواجه الى السوس الأدمى انطلق جيش الاسلامية تقدم عقبة حتى وصل إلى مشارف مدينة وليلة اسمها كده مدينة وليلة كل مرة بجأراها بغلط اسمها وليلة مهم راح لمشارف مدينة وليلة وهي تقع في غرب فاس الشمالي وهذا سمى اليوم قصر فرعون اسمها النهاردة قصر يا قصر فرعون أرسل عقبة من يدعو أهل مدينة للإسلام ولكنهم رفضوا لكنهم يا جماعة رفضوا وصمموا على القتال عايزين يحربوا خلاص لكن متى كانت الكاسرة تغرب الجيش المسلمين هل يا جماعة الكترة هتغرب المسلمين لا إن الجيوش التي هزمها عقبة تزيد على جيشها ألاف المرات أصلا ولهذا ما لابس عقبة بعد عودة رسوله حاملا رفض البربر دخول الإسلام إيه اللي حصل بأقبة عمل إيه أن أمر بقتحام المدينة لهم يلا يا جماعة يلا على بركة الله وصدعان ما أهجم عليها المسلمون واشتبقوا مع البربر في معركة استمرت بضع ساعات فر بعدها البربر ومهزومين كان من الطبيعي وقد هزم عقبة البربر في السوس الأدنى في السوس الأدنى هزيمة ساحقة وغنم منهم مغانم عديدة أنا اتجاه إلى السوس الأقصى يعني هو هزم البلاد دي لوقتي القريبة أكيد يروح إلى البلاد البعيدة عادي جدا ليكملها أو ليكملها أيقد انتصاراته السلسلة بها تلانتصارات بتاعته هيكملها ويرفع راية الإسلام لما يكن السيدة جايش عقبة إلى السوس الأقصى مفاجأة لأهله لما كانوا يعرفون ما حصل في السوس الأدنى يعني أهل البلاد البعيدة لم يكنوا مستغربين لما كانوا يعرفون ما حصل في البلاد القريبة ولذلك كانوا استعادوهم كبيرا كانوا يجهزوا جامد حشدوا حشودهم أمام أسوار المدينة واستعانوا بكل القبائل حتى إذا لمحوا الجيش الإسلامي مقبلا تسبقوا أسوات التهليل والتجميل تقدموا للقائه وخادوا معركة دمية أزاقاهم فيها عقبة وجيش أسوأ هزيمة في تريق حروبهم إيه اللي حصل بعدين أراد البربر أن يعتصموا بمدينتهم دخلوا مدينة بتاعتهم ليتفايدوا ضربات المسلمين عشان يحتموا ويبتعدوا عن ضربات المسلمين ولكن المسلمين كانوا أسرع منهم إلى المدينة فقد ملقوا شوارعها بخريولهم واستولوا عليها وأصفرت المعارك بمعهرة عقبة طبعا وعبقرية حربية عن سقوط وسط المغرب يعني كده خلاص دولة المغرب جامل وسط والجنوب في أيدي المسلمين وكده يكون خلاص حلقتها النهاردة وبإذن الله في الحلقات الجاية نحل كثير من تدريبات على كل الفصول سبحانك أدام وحمدك نشهد ألا إلا أنت نشهد تغافرك أتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته